لم تعرف أبواج البحر الأحمر الهدوء منذ نحو ثلاثة أشهر وكما يعج باطنه بآلاف الشعب المرجانية والبحرية يغص سطحه بتوترات لا تنتهي وصواريخ لا تتوقف حتى بات ساحة مواجهة وميدان تصعيد فما الجديد؟ مساء اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة سفينة بصاروخ من الأعلى قرب سواحل عدن مضيفا أن الهجوم استهدف ناقلة حاويات ضخمة تحمل علم جزر مارشل ومملكة للولايات المتحدة وتدار أيضا من الجانب الأمريكي الجيش الأمريكي توعد بالرد على الحوثيين وكذلك فعلت ماريطانيا التي ربطت ما يجري في البحر الأحمر باستمرار تقديم الدعم الإيراني للحوثيين وهو الذي يجعلهم أجرأ وأكثر قدرة على استهداف طرق الملاحة البحرية في هذه الأثناء قال المتحدث باسم الحوثيين أن موقفهم لم يتغير بعد العملية العسكرية البريطانية الأمريكية المحدودة مضيفا أنهم مستمرون بمنع سفن التي قالوا أنها تتجه إلى إسرائيل وهذا ما دفع بريطانيا للتلويح مجددا بضرب الحوثيين ولأن التداعيات تطال كل ما يمر عبر البحر الأحمر أرجأت قطر مؤقتا على ما يبدو إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب بعدما أدت الغرات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر الماء الحيوي هذه التوترات تترك تعقيدات غير مسبوقة في المشهد الاقتصاد العالمي حيث يشير العديد من التقديرات الدولية إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية ككل تمر من البحر الأحمر ونحو 40% من التجارة البحرية الدولية وقرابة 20% من تجارة النفط العالمية تمتلك قطر اليوم ثلث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد روسيا وإيران حيث تمتلك نحو 24.5 تريليون متر مكعب من الغاز تمثل نحو 14.5% من إجمال الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي وتشير البيانات الشهرية إلى أنه خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ إجمال صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال حوالي 47.3 مليون طن مقارنة بحوالي 47.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي وخلال الربع الثاني من عام 2023 بلغ إجمال صادرات قطر من الغاز المسال نحو 19.7 مليون طن إلى نحو 19 وجهة حول العالم أبرزها الصين بإجمال 3.7 مليون طن والهند 2.5 مليون طن والكوريا الجنوبية 2.3 مليون طن وباكستان 1.5 مليون طن ووفقاً لإحصاءات 2022 ترسل قطر أكثر من 70% من صادراتها من الغاز المسال إلى آسيا و25% إلى أوروبا بين ضفتي البحر الأحمر الممتد على طول 1900 كم تقريباً تتمركز أهم الموانئ الاستراتيجية حول العالم والتي تسهم في ربط خطوط الملاحة بين القرات الثلاث آسيا وافريقيا وأوروبا أهم هذه الموانئ في هذا التقرير نتابع عدة موانئ على سواحل البحر الأحمر وأقدمها تاريخياً هو ميناء جد الإسلامي الذي يعود تاريخ شائه إلى قرون عديدة ومثل نقطة عبور للقوافل التجارية والبحرية من مختلف البقاع يحوي هذا الميناء على أرصفة بأعماق كبيرة تستقبل أكبر سفن الحاويات بطول 400 متر وبإمكانه استيعاب أكثر من 4000 سفينة متعددة الحمولات سنوياً يبرز أيضاً ميناء السويس المصري ضمن أهم الموانئ في البحر الأحمر فهو يمثل البوابة الشرقية لمصر ويعد نقطة عبور لخطوط الملاحة الدولية الرابطة بين دول آسيا وأجزاء من إفريقيا وصولاً إلى أوروبا أما طاقته الاستيعابية فتصل وفق أحدث التقديرات إلى نحو 7 ملايين طن سنوياً من بين أشهر وأهم الموانئ كذلك ميناء بورت سودان الواقع شمال شرق السودان على امتداد ما يقرب من 6 كيلومترات حيث يعد بوابة البلاد الأولى على سواحل البحر الأحمر كما يمثل شريان التجارة المحلية والدولية ويبلغ عرضه قرابة كيلومترين ونصف تحتضن جيبوتي كذلك أحد أهم الموانئ المطلة على البحر الأحمر ويعد شرياناً رئيسياً كذلك لإثيوبيا التي لا تمتلك منفذاً بحرياً أما قدرته الاستيعابية على مناولة البضائع فتصل إلى أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من أبرز الموانئ المطلة على البحر الأحمر ميناء الحديد اليمني الذي يرتبط بقناة ملاحية بطول 11 ميلاً بحرياً وبإمكانه استقبال السفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى أما ميناء خليج العقب الأردني فهو نافذة البحرية الوحيدة للمملكة على العالم يقع في أقصى جنوب المملكة وتستورد البلاد من خلاله معظم حاجاتها من النفط والغاز إضافة إلى خطوط التجارة الأخرى كما أن ميناء إلى جنوب إسرائيل يعد منفذاً بحرياً استراتيجياً على البحر الأحمر وقد افتتح في عام 1955 ويشهد حركة تجارة نشطة سنوياً اشتركوا في القناة إذا نتابع هذه التطورات في البحر الأحمر مع ضيفي من مونتانا عبر سكايب سيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أهلاً بك ومن بيروت عبر تطبيق زوم سيد وليد خدوري الباحث في شؤون الطاقة أهلاً ومرحباً بكما سيد مايكل أبدأ معك بدايةً ما دلالات توسع نطاق الاستهداف الذي وصل إلى خليج عدن قبالة سواح الجنوبية لليمن برأيك يسعدني أن أكون معكم تحية لك للضيف وللمشاهدين أظن أن التطورات الآن بلغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان هناك هذا الاهتمام في المنطقة وهذا ليس بالأمر الجديد وهي تود أن تتفاد من توسعة نطاق هذا النزاع لأن يصبح أو لأن لا يصبح إقليمياً ولكن يبدو على أن ذلك سيكون الحالة اليوم بشكل خاص ليس فقط تم استهداف هذه السفينة الإسرائيلية ولكن كان هناك أيضاً هذه التوترات حيال السفينة المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك أيضاً هذا الاستهداف أو محاولة الاستهداف للمدمير الأمريكية إذن اليوم بالنظر إلى كل هذه الاحتماليات وهذه التوترات في المنطقة مع بعض الضربات الجوية من أجل تقييد هذه الإمكانات للحوثيين في المنطقة من ناحية أطلاق الصواريخ أضن والاستمرار في هذه الاستخدامات حتى للطائرات المسيرة ومن دون طيار اليوم هناك كل هذه الجهود حتى من ناحية الاستخبارات للقيمة بهذه الضربة سيد وليد كيف ينعكس هذا التصعيد الحاصل وهذه الهجمات المستمرة على أمن الطاقة العالمي باعتقادك يعني سيما في المنطقة تحديداً صراحاً إذا نظر لها من نظر العربية أولاً عندنا معركة غزة وقضية العربية الأولى فلسطين ثانياً هناك القضية الإيرانية نفوذها بالشرق والأوسط لأنها مادة تضرب بس البحر الأحمر أوقفت ناقلة قطرية أوقفت ناقلة عراقية لا العراق ولا قطر يعني إنه معلاقة بالموضوع بالعكس وما يجدون يعني بالمعركة ليش توسيع المعركة الآن وإيران لا يمكن أن تدخل مع معركة مع أمريكا مفهوم لكن رمي العرب على الموضوع هذا كله المسؤولية وهم يتعربوا منها يعني هذه قضية صعبة جداً تفاهمها الآن فإما يكون معركة واحدية معركة غزة أو معركة تمبدد إيراني أنا نالك شايفة نعم طيب سيد وليد إذن كما ذكرت قرار قطر بوقف شحنات الغاز عبر البحر الأحمر توجه إلى رأس رجاء الصالح ما تدعيت هذا القرار باعتقادك على أسواق الطاقة وعلى تحديداً الأسواق الأوروبية طبعاً تأثر يعني توقيف أنها قناة يعني مو بس قطرية قطر الشركات القطرية للعراق عندك عندك الشركات العالمية كلما ننقل لتوقف عن البحر الأحمر ضرب الناقلات الإسرائيلية والعراق الإسرائيل افتهمناها لكن ضرب الناقلات الأخرى لماذا وإلى إن استاقلنا القضية يعني الآن الشرق المتوسط مثلاً نأخذ سوريا ولبنان وحتى نأخذ مصر يعني ف تجارتهم مع الخليج مثلاً تتوقف وهي خسارة كبيرة يعني تأخذينها للجنوب في لبنان وما يعتمدون عن زراعة زراعة منتجاتهم زراعية كانت تروح للخليج أولاً كانت تروح بالبر هيتوقف على مدل كابتا كونج أن يتهرب الآن تروح بالبحر وهذا الآن يتوقف عندما يضربون من ناحية وأيضاً منتجوا من زراعي متوقف موضوع العراق أنا لا أفهم لماذا توقف تنقل العراق هي محر عمان يعني ما هي بأس محركة فلسطين صارت صارت وغير أكبر ونال خطورة نعم سيد مايكل طيب ما قدرة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على ردع هذا التهديد لطرق الملاحة الذي يصل إلى مضيق باب المندب وإلى البحر الأحمر هذه الضربات وهذا التحالف الذي أيضاً تم التشكيله من بعد كل ذلك هذه الجماعة الحوثي تستهدف ناقلة أخرى أو سفينة أخرى إذن باعتقادك لأي مدى هذه أدول قادرة على حماية أمن الملاحة وطرق الملاحة في هذين الممرين المهمين من المهم أن نفهم بأن ذلك بدأ من بعد السابع من أكتوبر وكل هذا توتر المتضاعف رأينا ذلك في السنوات الماضية ولكن الآن بكل صراحة لا أظن أن هناك ما يردع الحوثيين بشكل كبير لأن هناك دور تلعبه إيران اليوم بدعم الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية قالت بأن إيران توجه الحوثيين اليوم لألقام بهذه العمليات اليوم هناك حاجة وهناك سعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لحشد المزيد من الجهود مع الدول الغربية والدول الأخرى لمساعدة الأولاد المتحدة الأمريكية أو حتى تدعو الدول الأخرى للانضمام إلى هذا التحالف المشكل مؤخرا لأنه من المهم حماية وضمان حماية حرية الجلاحة للجميع لأن أغلبية هذه الشحنات لم تكن تذهب إلى إسرائيل ولم يكن لديها أي صلة بإسرائيل اليوم وحتى نتحدث عن أكثر من خمسين من الجمسيات التي تستهدف من قبل الحوثيين اليوم بالعودة إلى السؤال لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف ككل سيتمكن من ردع الحوثيين من أجل أن لا يقوموا بالمزيد من هذه الضربة لكن سنحاول بكل جهدنا من أجل الدفاع أولا عن المصالح ويجب القيام بأكثر من مجرد إسقاط الطائرات المسيرة ولكن يجب علينا الانتقار إلى الجبهات الأخرى أيضا من هذه الدفاعات مثلا عن القوات أو التأمين الاضافي لهذه الشحنة ولكن أيضا يجب الانتباه إلى بعض الإمكانات من نحية التهديد وأيضا من نحية التهديد في المنطقة لذلك هذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إيران ولدى الحوثيين بعض الإمكانات للتصنيع أيضا وهذا قد يؤثر على التجارة الدولية نأمل أن لا يتم ذلك ونأمل أيضا أن تحشد ما يكفي من الجهود من أجل تأمين حركة هذه السفن في هذه المنطقة المائية الهامة جدا ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي قلقة حيال كل هذه الجهود وهذه تطوراتهم أجل ذلك نحن نرى اليوم إعادة تسيير لهذه السفن بعيدا عن هذه المنطقة سيد وليد إذن كما ذكر سيد مايكل نرى إعادة تسيير للسفن في قنوات أخرى بعيدا عن المنطقة وقطر أيضا في قرارها بوقف شحنات الغاز عبر البحر الأحمر تفكر أيضا بالتوجه إلى رأس الرجاء الصالح لأي مدى تعتقد أنه هناك خيارات اليوم لتفادي الخسائر في مجال الطاقة تحديدا يمكن التخلي عن هذه المسارات باعتقادك لتفادي الخسائر صعب جدا لأن التواجه نعم رأس الرجاء الصالح ليس سهل أولا لا يوجد موانئ موانئ بالطريق تزود الناقلات والمواخر بالوقود أو بالمعداد فمشكلة هي أطول طبعا سبوعين أكثر أو ثلاثة زالا لا يوجد قابلية على رأس الرجاء غرب وشرق أفريقيا أن يعني يختموا هذه البواخر والمعاقلات بالخدمة وبالوقود فستنجد صعوبات كثيرة ستجد هذه الناقلات والباخرات صعوبات كثيرة في توجه نحو الرجاء الصالح وستكلف بالأمور كثيرا يعني ستجد زيادة سعار البضاء زيادة سعار النفط زيادة تسعار النفط الآن حوالي 2% والعملية ليس سهلة يعني ممكن لها الرجاء الصالح بس ليس سهولة نعم سيد مايكل باعتقادك هذا التصعيد وأيضا تعليق تصدير الغاز أو عرقل التصدير الغاز إذا صح الوصف كيف تعتقد أو لأي مدى تعتقد ستؤثر على مجريات الحرب في غزة بمعنى أنه هل ستكون عوامل ضاغطة على القوى الفاعلة في هذه الحرب الولايات المتحدة في ضغطها على إسرائيل وحتى إسرائيل يمكن أن تمنى بخسائر تجارية واقتصادية نتيجة عرقلة الملاحة في هذا الممر لأي مدى لأي مدى تعتقد أن هذا يمكن أن يكون عامل ضاغط يؤثر بطريقة أو بأخرى على مجرى هذه الحرب لأي مدى أظن أن ذلك لديه الأثر الاقتصادي وهذا ما يقلق الجميع ولكن هذا التوتر اليوم يؤدي إلى التصاعد الإضافي في هذه المشاكل على مستوى التجارة العالمية واليوم أظن أن السيد الضيف هو أخبر مني في القضايا الاقتصادية ولكن ربما نتحدث من ناحية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة أصلا تحت الضغط لالقيام بالأمور الكثيرة في غزة أولا تأمين هذا الانتقال اليوم في الوضع الراهن والضغط بهذا المجال من أجل تأمين المزيد من الحماية للمدنيين هذا من جهة ومن جهة أخرى تأمين المزيد من المساعدات الإنسانية وأيضا الضغط بهذا التوجه لن مضي قدما لتغيير الوضع الراهن كما قلت ولكن اليوم بالعودة إلى السؤال وفيما تعلق بهذا الأثر الاقتصادي العالمي ذلك قد يضع المزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل الآن هل سيغيرون مجريات الأمور لا أعرف وربما هناك هذه الاحتمالية من ناحية النفوذ الأمريكي بالنسبة للشركاء سيد وليد إذن توقعت أن يكون لهذه التطورات وهذا التصعيد الحاصل في البحر الأحمر تداعيات سلبية جدا على الطاقة أو أسواق الطاقة والطاقة العالمية والتجارة وإلى آخر وأمن الطاقة لكن هل هي تداعيات قصيرة المدى أم هي بعيدة المدى بعض المصادر مثلا بلومبرغ تقول أنه التوقف في إمدادات الغاز مثلا لن يؤثر على الأسواق على المدى القريب إنما على المدى المتوسط أو المدى البعيد هل يمكن قياس هذه التأثيرات أولا نتطول على مدى الحرب يعني مدى فترة الحرب ثانيا الغاز القطري معظم هو يترجى الشرقا إلى آسيا وكذلك النفط الخليجي يعني لكن هناك إمدادات التفطية وغازية تروح أيضا من الغرب إلى السوق الأوروبية وخزم حتى السوق الأمريكي عن طريق كانت عن طريق قناة السويس فلابد بدأت إلى سعارة الزات وهذا ليس فقط أسعار النفط المتجهة لكن أيضا أسعار الإمدادات الغدائية والاستلاكية تأتي للخليج هاي رح يزيد كمان يعني عجهتين بس السؤال هو الاشتباك حقيقة يعني بين حرب الشرق الوسطية سميه حرب الفلسطين هاي المشكلة هاي جاد رح تطول نأنا هذا السؤال الكبير هل ستستمر نعم سيد مايكل كنت تتحدث عن دور إيران في كل ما يحصل اليوم لأي مدى أيضا تعتقد أنه يمكن لهذه التطورات وهذا تصعيد الحاصل في البحر الأحمر أن يفتح الباب أمام التفاوض على مستوى آخر مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران بشكل أساسي أو يغلقه يعني أو يعقد الأمور أكثر في أطاعات مع إيران إدارة بايدن الآن حاولت أن تصل إلى نقطة فيها كانت لتتمكن من إعادة الدخول في خطة العمل الشامل المشتركة أو الاتفاقية النووية مع إيران ولكن للأسف لم نرأي تقدم في هذه النقطة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تؤمن بأن إيران هي خلف كل هذا الدعم للحوثين وكل ما يجري في المنطقة والآن لا أظن أن المفاوضات ستستعد قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أيضا اليوم الولايات المتحدة تنظر إلى كل هذه الأمور وأيضا هذه الأهداف الإضافية في المنطقة للعمليات التي قد تطلق بعدما كل ما يجري في إيران في العراق من استهداف إلى غيره الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ ذلك على محمل الجد من ناحية العوامل الوخيمة المؤثرة وأيضا من ناحية المسؤولية في المنطقة هذه المسيارات المستخدمة اليوم وأيضا هذه الصواريخ المضادة لأسفن هي تترك هذه الآثار الوخيمة في الممتلكات وهذا سيشكل مشكلة أكبر من المشكلة القائمة أصلا الولايات المتحدة تعي بكل هذه العوامل اليوم وهي تحاول أن تبقي على بعض القنوات للمفاوضات ولكن اليوم هي بشكل محدود سيد وليد قلت أن الأمر يعني متعلق بمدى طول هذه الحرب ولكن اليوم وفقا للمؤشرات وفقا للتصريحات هذا وزير الدفاع الإسرائيلي قبل قليل كان يقول أنه عام 2024 سيكون عام القتال وعام الحرب وأنها ستكون حرب طويلة وأنهم لن يخرجوا من غزة قريبا إذن باعتقادك هل يمكن أن يكون هناك خيارات عملية أمام دول الكبرى ودول المنطقة لتعامل مع تصعيد في البحر الأحمر تحديدا بما يحفظ أمن الطاقة إلى أن تنتهي هذه الحرب هل هناك خيارات عملية حقيقية يعني إذا رح تصير هي بس حرب غزة ما رح تصير إلى أثار عالمية لكن إذا حرب في المنطقة كلها وعلى بعض الدول العربية ستختلف نحن يعني مخيارين والقضية التي تضيف إلى ما خيار سابقا يعني بلاد المتحدة وإيران ما يلدوا مواجهة مباشرة بينهم هذه ما صارت القضية وما بلا نقاش لكن السؤال إلى أين سنذهب وبالذات الدول المحيطة في فلسطين محتر بإسرائيل الدول صارت ضعيفة سوريا لبنان العراق نعم تتحملها الخير طويل شكرا جزيلا لك سيد وليد خدوري الباحث في شؤون الطاقة وشكر موصول سيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى